نعم عوض يقول من اقترض مال للحج وحج تطوع مع مقدرته على سدادة هل يجوز لهون يأخذ يعني أهل العلم نصوا في هذه الأحكام الإنسان لا يقترض لعمل تطوع لأن الاقتراض مكروه من غير حاجة والحاجة عند أهل العلم هي الحاجة المادية والحاجة التي فيها عقل المعنى مثل حاجة النفقة وحاجة المصاريف وغيرها هذه الحاجات أما كون الحاجة هي عمل تطوع بحت فالله عز وجل قد عفاه وإذا ما استطاع الحج لأنه لا يريد أن يقترض فله أجر الحج فلماذا يحج ولهذا قال أهل العلم بأنه يكره الاقتراض لأجل عمل الأشياء التطوعية التي تفتقر إلى المال ولكن بعضها العلم يقول إذا كان ثريا قادرا ولكن ما تحصلت السيولة في وقتها ثم اقترض مع ضمانه التام ومع ثرائه أيضا وقدرته بعض الناس يقول هو فقير أو نقول هو محدود الدخل ولا يبقى من راتفه الكثير فيغلب على ظنه فقط في حالة من الحالات أنه يسد لقد لا يحصل يعني أرجو أن لا بأس إذا كان ثريا ولم يكن عنده سيولة الأمر في هذا واسع وهو ليس على التحريم إنما هو على الكرانة نعم نأخذ تصلاة يا شيخ الله يضع عليك الأخي مشعل السلام عليكم مشعل